اخبار الناشئينه معانا خبر من الاخبار المهمة وهو اعارة عمر خالد بيبو الى نادي اراو السويسري زي ما احنا شافينه قدامنا الخبر امير توفيق يكشف تفاصيل انتقال لاعب الاهلي الى نادي اراو السويسري الاعارة لمدة عام ونصف الى النادي السويسري بنية البيع دي تجربة النادي الاهلي بدأها من فترة او بدأها من سنوات هي اعارة اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي ممكن مايلعبوش خلال الفترة الحالية في الفريق الاول بعد الرجوع الى مرس الكولر اللاعب ده محتاجه ممكن مش محتاجه الفترة ديه اللاعب ده محتاجين انه يكتسب خبرات فبتتم الاعارة فبتتم الاعارة الى احد الاندية المصرية في الدور الممتاز علشان يكون في مشاركة لللاعب بصفة مستمرة مشاركة في ظروف فنية اقوى اكتسب خبرات شفنا الموضوع ده خلال الفترة السابقة مع كباكة فريق 2005 ومحمد زعلوك شفناها مع رجدان الى نادي مودرن فيوتشر شفناها مع عدالة بستانجي في اسموحة شفناها محمد مغربي ايضا في اسموحة شفناها مع رأفة خليل ومحمد اشرف في نادي زد وهي دي سياسة النادي الاهلي اللي بينتهجها علشان ازاي اللاعب الناشئ الصغير لو فرصته صعبة خلال فترة القادمة مع الفريق الاول يكتسب خبرات وممكن يرجع مرة تانية للنادي الاهلي ده بيكون موجود في العقود شفنا الكلام ده قبل كده محمد عبد المنعم لما تم تعارطه ورجع واحتاجه النادي الاهلي مرة اخرى شفناها ايضا مع اكرم توفيق شفناها مع محمد شريف شفناها مع بعض لعبي الفريق الاول اللعيبة دي بتاخد خبرات تكتسب خبرات ممكن ترجع مرة تانية هو دي السياسة اللي بينتهجها النادي الاهلي وشفناها مع عمر خالد بيبو واعارطه الى احد الاندية السويسرية واحد برضو من اللعيبة اللي احنا صلتنا الضوء عليهم واحد من اللعيبة المميزين محمد ياسر محمد ياسر ده مهاجم كان فريق 2001 مهاجم فريق 2001 وتمت اعارطه الى احد الاندية الشيكية ومشاء الله هناك ماشي بخطة سبتة بخطة مميزة بعض اللقطات اللي احنا بنشوفها معانا دلاتي على الهوى لمحمد ياسر ده واحد من المهاجمين في النادي الاهلي او في قطاع الناشئين النادي الاهلي اشتراه من شيربيين وهو لاعب صغير انضم لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي ظهر بمظهر مميز لعب في كأس الربطة تمت اعارطه الى احد الاندية الشيكية نادي تيبليستا التشيكي وزا ما احنا شايفين لقطاته ميستر كولر قال لا محتاجين لسه يكتسب خبرات اكتر السنة دي بيشارك بصفة اساسية معانا دي في التشيك سجل خمس اهداف شارك او ساهم في صناعة اهداف ودي بعض اللي اطلب محمد ياسر واحد من المهاجمين المميزين بيلعب في ظروف اقوى في حضور جماهيري اكبر اه تدريبات وحمل تدريبي اقوى فالنهارده الاعارة بتكون اعارة نجحة للعب انه ممكن يرجع بعد كده فترة الفريق الاول يحتاجه يرجع وده اللي بيكون موجود في العقود دي احد لقطات محمد ياسر في الدورة التشيكي هنا شوف المنافسة شوف الهدف هدف من الهدف الحلوة اللي بيحرزها محمد ياسر في الدورة التشيكي بياخد خبرات شاف الهدف هنا بيروح بيحط على شمال حارس المرمى لو فضل في الفريق الاول ممكن بيشارك في التدريبات مشاركته مكون قليلة او ضعيفة فالنهارده محتاجين ان يلعب في اجواء اقوى علشان كده فكرة اعارة اللاعبين الى الدور الممتاز او احد الاندية التشيكية او بنشوف عمر خالد بيب واحد الاندية السيوسرية اكيد دي فكرة نجحة ان شاء الله تعود بالنفع للنادي الاهلي وخلال الفترة اللي جاية نشوف عدد من اللاعبين زي ما شوفنا محمد عبد المنعم واحمد عبدالقادر وعديد من اللاعبين رجعوا مرة تانية للنادي الاهلي نروح لفاصل وبعد الفاصل اخبار الناشئين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي